اشتركوا في القناة وفي هذه الحسة سنتحدث عن الدعاء في رمضان والدعاء هو عبادة محبوبة ومستحبة في كل الأوقات لقول الله سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم وأيضا قوله عز وجل ودعوني أستجب لكم فالدعاء هو مخ العبادة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء هو إقرار العبد بعبودية لله سبحانه وتعالى وإقراره بربوبية الله سبحانه وتعالى لذلك فالدعاء هو عبادة مستقلة في حد ذاتها وهو صلة وصل بين العبد وربه ليحقق مآربه الدنيوية والأخروية لكن الكثير من الناس يجهلون بعض قواعد هذا الدعاء وكيفية هذا الدعاء لذلك يتساءل الكثير من الناس كيف ندعو الله سبحانه وتعالى أو قد دعوناه ولم نراه يستجب لنا أو غير ذلك من التساؤلات التي تطرح حول الدعاء وذلك الآن إن شاء الله في هذه الحسة سنعرف كيف ندعو الله سبحانه وتعالى وفق منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدعاء أولا هو الصلة بين العبد وربه بمعنى لا يدخل الإنسان مباشرة في الدعاء فيرفع يده ويقول ربي اعطيني ربي يسر أمري ربي كذا وإنما هناك مراحل تسبق هذا الدعاء باللسان وهو الحضور هذه المرحلة الأولى مرحلة تهيئية هي مرحلة الحضور مع الله سبحانه وتعالى بمعنى أن يكون العبد حاضرا مع الله سبحانه وتعالى مستحضرا لعظمته مستحضرا رحمته مستحضرا بأنه قريب بأن الله عز وجل قريب منه وأنه رقيب عليه وأنه سميع وأنه بصير فعندما تستحضر الله عز وجل بصفاته وبأسمائه وتشعر بهذه الرابطة الروحية وتشعر بهذا القرب الآن يدخل الإنسان في الدعاء الحقيقي لأن الدعاء لا يكون بجارحة فقط وهي جارحة اللسان وإنما الدعاء الحقيقي هو الذي تشترك فيه كافة الجوارح وتشترك فيه كافة المكونات بمعنى الدعاء ينبغي أن يكون باللسان مع حضور بالقلب وتوكل قلبي على الله سبحانه وتعالى ومع تفكر عقلي في مظاهر الله سبحانه وتعالى في كونه ومع اتصال وجداني بالله سبحانه وتعالى فهذه هي حقيقة الدعاء التي ينبغي أن يبدأ بها المريد وهو الحضور مع الله سبحانه وتعالى فإذا ما حصلت على هذا الحضور وهو شرط أول من شروط الدعاء ثانيا ينبغي أن يبدأ الداعي بحمد الله سبحانه وتعالى وشكره والحمد هو أن نحمد الله سبحانه وتعالى على كمالاته وأن نحمده على أنه هو الله وأن نحمده على أنه المتصرف الأوحد في كونه ثم نشكره على نعمه التي أنعم علينا ونعم الله كثيرا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وأفضل النعمة ينبغي أن نشكر عليها الله سبحانه وتعالى ونعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فننتقل بعد الحضور مع الله وبعد حمد الله وشكره ننتقل إلى الصلاة على نبيه فنصلي على سيدنا محمد قبل أن نبدأ أي دعاء ثم إذا ما صلينا على سيدنا رسول الله والصلاة على رسول الله هي مفتاح البرازخ وهي مفتاح استجابة الدعاء وهي مقبولة حتما عند رب العزة لأن العمل كما ورد عن سيدنا عمر إن عمل المرء موقوف بين الأرض والسماء حتى يصلي على النبي فيرفع هذا العمل ويرفع هذا الدعاء لذلك فبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ دعاءنا والدعاء ينبغي أن يتوجه فيه المرء إلى الصفة الفاعلة في ذلك الدعاء الذي أريده فمن كان يريد الرزق فليتوجه إلى الرزاق ومن كان يريد وهبا ابنا ذرية صالحة زوجة صالحة أو غير ذلك فليتوجه إلى الوهب ومن كان يريد أن يرفع عنه الابتلاء فليتوجه إلى العفو ومن كان يريد أن يغفر ذنبه فليتوجه إلى التواب والغفار والغفور وهكذا كل دعاء إلا وهو مرتبط بصفة من صفة الله سبحانه وتعالى فإذا ما تحقق بهذه الصفة الفاعلة واتصل بها يدعو بذلك الدعاء الذي يريده رافع عن يديه متوجها بقلبه متوجها بروحه متشوقا وجدانه وهكذا ينخرط في الدعاء فإذا ما أنهى الدعاء مع نفسه فلينتقل إلى المرحلة الموالية وهي مشاركة هذا الدعاء مع أمة سيدنا رسول الله فيدعو لأهله ويدعو لأحبابه ويدعو لشباب أمة رسول الله ويدعو لنسائها ويدعو لسبيانها ويدعو لكل المسلمين في كل أنحاء العالم ويدعو بالرحمة للموتى أيضا فهذا مشاركة الدعاء ثم بعد ذلك يختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا ما ختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويضع الأمر في يده فالله قادر على الاستجابة والله سبحانه وتعالى سيستجيب للداعي في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة فيحسن المرء الظن بالله سبحانه وتعالى وهكذا يكون دعائه دعاء صالحا دعاء صائبا دعاء مستجابا بإذن الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يستجيب لكل من دعاه بهذه المنهجية منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والتي نلخصها في الحضور أولا الحضور دائما الحضور مع الله سبحانه وتعالى الحضور بالعقل وبالقلب وبالروح وبالنفس ثم بعد ذلك هو أن يبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى على كمالاته ثم بشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي أصبغ عليها خاصة النعمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بما شاء متصلا بالصفة التي تخص ذلك الدعاء ثم يعمم الدعاء على أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أحبابه ومعارفه ثم بعد ذلك يختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكلا على الله موقنا بالاستجابة فالله عز وجل سيستجيب له حتما سائلنا المولى عز وجل إن استجيب لنا دعاءنا وأن يجعلنا ممن سام رمضان إيمانا واحتسابا وممن قبل قيامه وصيامه آمين بجاه وسيلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة